خبر حياة جميل يعني احنا بنتكلم على الامر ده الاحتياج الى العملة الصعبة الاحتياج الى اقامة مشروعات ومصانع جديدة مجلس الوزراء وافق مؤخرا على اقامة مصنع للصيرات والاوتوبسات الكهربائية واعطاهم الرخصة الزهبية تكلم على محطات شحن الكهرباء كمان مشروع ضخم الحياة يكون في العاشر من رمضان تم منحه الرخصة الزهبية محتاجين احنا نتوسع في هذا الامر توطين الصناعة دايما بيقولنا ان صناعة العربية الكهربائية سهلة يعني نقدر ان احنا يكون عندنا مكون محلي بالنسبة جدا يعني قطة تخطى 90% وتبقى العربية دي مصنوعة تقريبا تقريبا بالكامل في مصر او تخرج من مصر وتتصدر على ان هي من مصر فبالتالي في فرصة عندنا كويسة جدا جدا للتواصل لعن البصنع المهم ده اللي هيبدأ ان شاء الله قريب في العاشر من رمضان واخد الرخصة الزهبية نتمنى ان شاء الله ان يكون فيه زي واثنين وثلاثة واربعة برحب بالمهندس خالد سعد امين ربطة مصنع السيارات بشمانس خالد اهلا بحضرتك اهلا بيك يا عم بيه اهلا وسهلا مشاهدين اهلا بحضرتك يعني خطوة الحاجة كويسة جدا دايما بتقولونا ان السيارات الكهربائية سهلة وندر نتوسع وندر نصدر ونفتح مصانع اكتر فشافت زي فكرة ان تم منح الرخصة الزهبية لأحد هذه المصانع الجديدة ده ان كان يدل بيدل على ان ده الاتجاه الصحيح والاتجاه السليم لموضوع صناعة السيارات لان طبعا دهما حضرتك تفضلت مشكورا بتقول هي دي الموضوع اسهل شوية من السيارة اللي بتعمل بالوقود السيارات الكهربائية لو تم انتاجها بالشكل الطبيعي اللي هو انه هو انتعب حضرتك ان اهم حاجة في الصناعة السيارة الكهربائية هي البطارية فمعنا ان يبقى في مصنع في مصر لصناعة البطارية ده بيومارس 60% من السيارة الكهربائية فشي طبيعي لو حدث ان السيارة بقى تم صناعة البطارية في مصر بالشكل اللي احنا بنتوقعه اتوقع ان ده هيبقى دي عندنا صناعة حقيقية لصناعة السيارات في مصر طب احنا ارويبين من ده عندنا الصناعة الحقيقية لغا دلوقتي احناchosين جدا لخليبين حضرتك احنا دلوقتي بنتناقش في موضوع صناعة البطارية أكثر من ثلاث سنوات دلوقتي وتبدلت المصانع وتبدلت الجهات اللي تم الاتفاق معها لتصنيع البطارية احنا بقنا ثلاث سنين بنناقش موضوع صناعة البطارية طبعا كتير ثلاث سنين منقشة كتير هو طبعا ثلاث سنين منقشة كتير بس وطبعا اختلافات وجهات النظر كانت بتيجي دايما في تكلفة الصناعة لأن انت عاف حضرتك الدولار بقى له فترة طويلة جدا عن مال مش ثابت فده قدى الى ان احنا بنقش نتفق مع الجهات المعنية على تصنيع مثلا البطارية في تكلفة معينة فالتكلفة تدغير عشان سعر العملة فبالتالي كل بيحصل خلافات عشقات الموضوع ارتفاع الاسعار واتفاع العملة بشكل مستمر فشيء طبيعي ان احنا النهاردة لما نصل لهذه النقطة احنا بدأنا البداية الصحيحة يعني ان شاء الله فجرة الرخصة الزهبية يعني شايف اهمية منح الرخصة الزهبية لمشروعات بعينها زي مشروع توطين صناعة زي السهرات الكاربية شايف ده هيفتح الباب ازاي امام المجال ده من الصناعات بس هقول لحدك على حاجة هي الموضوع الموضوع ان هي تبقى رخصة ذهبية او رخصة غير او بلاتينية هي معناها ان هو بيسهل موضوع التوخيص لتصنيع او لتوطين الصناعة المحلية النهاردة معنى ان شركة تخش عشان تصنع بطارية او تصنع اي جزء من اجزاء السيارة ده بيدي له فرصة ان هو بيسهله مأموريته في ان هو يبتدي يصنع لان احنا الاهتمام الدولة واهتمامات الجاسية ده او الجاسية ان احنا يكون عندنا توطين للصناعة توطين الصناعة ده بيؤدي الى ان احنا يبقى عندنا تصدير لسلعة يتم انتاجها في مصر واستراد عملة بدل ما كنا بنصدر عملة يبقى احنا هنسترد العملة وبالتالي هيبقى عندنا ارادات دولارية او عملات اجنبية نقدر نتخش بيها ونشتغل بيها في الفترة اللي جاي وانت حداك عارف طبعا ان احنا داخلين كمان على كيان جديد او كيان اقتصاد جديد طيب شايف تقريبا مش هقول السوق لانه فينها المنتجات دي قد يكون جزء منها للسوق المحلي وجزء اخر للتصدير ولكن البنية الاساسية اللي عندنا في مصر في مجال التصنيع الطاقة الكهربائية الايدي العملة او ده وده شيء مهم نقدر نستوعب قد ايه من المصانع او الشركات العالمية الممكن تيجي تستثمر هل احنا مهيئين لده ولا لسه بص اقول لها حداك على حاجة احنا احنا بصنا لها من ناحية ان احنا جاهزين او مش جاهزين ما فيش كيان هيجي يستثمر في مصر الا اذا شاف ان احنا عندنا البنية الاساسية عندنا استعداد لان احنا نبني احنا المحطات الشحن او البنية التحتية النسبة للمحطات الشحن لسه ما اكتملتش احنا كان عندنا خطة ان احنا نوصل لتلات تلاف محطة شحن في مصر خلال الفين تلاتة وعشرين واحنا ماشيين في هذا المصار ولكن احنا في النهاية ان احنا نجهز او ان احنا ان احنا نوصل لهذه النتائج احنا جاهزين واعتقد ان في مصانع كتيرة جدا جدا بتتفاوض مع اه شركات في مصر عشان تيجي عشان يبتدي صناعة السيارة القربائية في مصر ويبتدي تصديرها لافريكيا والشركة الاوسط اعتقد ان احنا جاهزين وقدرين على كده بس يحتاج مننا مجهود شوية كان فيه مجلس اعلى يعني فيه مجلس اعلى بيزوء الحكومة بتزوء دولة المجلس الوزراء بيتابع الموضوع فبالتالي شاب سرعة الانجاز فيه ازاي باشوانس خالد بص هو طبعا معنى ان يبقى فيه موجود مجلس اعلى لصناعة السيارات او مجلس اعلى للسيارات في مصر ده دليل على ان الدولة مهتمة بهذا القطاع ودولة تبقى عندنا امكانية ان انت تتواصل بشكل مستمر وشكل مباشر مع الدولة عن طريق هذه اللجنة بطبعا شايف ان احنا النهاردة طول ما الدولة مهتمة والدولة شايفة ان المصانع دي موجودة في مصر وكينات كتيرة جدا عندها سعداد اللي تقش في مصر في هذا الاتجاه اعتقد ان الاتجاه ده هو اللي هيساعدنا واللي هيساهم معنا في وجود هذه اللجنة السياسات او لجنة الصناعة السيارات ان احنا نتواصل بشكل مستمر مع المصانع اللي بتوطبع احنا عندنا مصانع كتير جدا لعلم حضرتك او الشركات كتير عالمية طلبة انها تخش مصر عشان يبحث فيها صناعة ولكن هي محتاجة وقت مننا عشان موضوع تسوية الاوضاع وانتظام البنية الاساسية اكيد الشركات دي محتاجة يكون ليه فروع في مصر حركة عندك اتفاقات مع دول عربية ودول افريقية حركة عندك ايد عاملة عندك بني اساسية عندك طاقة فبالتالي هو محتاج ان هو يدخل فعشان كتير يعني بحاول يعرف من حضرتك احنا قد ايه احنا كمان مستعدين ان احنا اللي هون في اسرع وقت تعال اخذ رخصة زيابية وابن المصنع واشتنب وهو بص حضرتك الموضوع ان احنا جاهزين هي طالما احنا قدرنا ان احنا نصنع البطارية اعتقد ان هي ديها اللي هتسهل المأمورية على كل الشركات فيه شركات كتير جدا جاي عايزة تيجي مصر بس يعني ان حضرتك مستعدش ان انت عندك مشكلة الطاقة في اوربا عندك مشكلة الشحن ومشكلة توفر العملات في مصر وعملية برضك اسعار العملات على مستوى العالم توفر برضك المكونات انتاج على مستوى العالم عشان موضوع الكورونا ومشكلة المصانع اللي هي مش تغالة في كامل كوروطة كل دي بتؤدي برضك ان الناس بتدور في مصر على انها هتيجي تشتغل عشان تقدر تصدع عربيتها من مصر هي تلمى وصلنا ان احنا باندينا مصنع يصنع البطارات الكربية تدقني احنا هتلاقي شركات كتير جدا جدا بتيجي على مصر عشان تبدأ تصنع في مصر كل منتجاتها هي اهم حاجة البطارية لوصلنا للبطارية شيء طبيعي انه ده نصنع العبيب احنا بان نسانين من حراك قبر حلو ان التلات سنين خلاص خلصوا بتقع النقاشات في موضوع البطارية ونبدأ بقى بعد التلات سنين دول ما يكونوا خلصوا نبدأ ان شاء الله في انتاجها باشكر حراك شكرا جزيلا موانس خالد سعد امير رابطة مصنع سيراج شكرا جزيلا لحضرتك